السلام عليكم راح اتكلم لكم بشكل سريع عن الاسود الخبيث وليش هو يعتبر الافع الوحيد اللي صعب انك تمسك راسها باليد طبعا الاسود الخبيث الانياب تكون عنده جانبية ومثل الافاعي تكون في مقدمة الرأس لا هذا تكون جانبية يعني هو الافع الوحيدة اللي يقدر يلدق بدون ما يفك فمة الرأس متصل بالجسد يعني لا يوجد رقبة عشان كده سهل الحركة البعض اعتقد انه في بطنه عبرة سامة او شي لكن الكلام هذا غير صحيح شوفوا هو يحاول يلدغني لكن هذا منزوع الانياب عشان نقدر نشرح عنه ونتكلم بسهولة وبشكل امن ثاني شي البعض اعتقد ان الابرة هذه سامة لكن الحقيقة هذه ما تأثر في الانسان ولا لها علاقة باللدغ الخطورة كلها مثل ما قلنا في الانياب المتحركة الجانبية طبعا لاحد يحاول يقلد الاسود هذا منزوع منه الانياب ترجمة نانسي قنقر